الخبر التاني المهم امبارح تابعنا كلنا على السوشيال ميديا كجمهور النادي الاهلي جايزة جلوب سوكر وامبارح كانت جماهير النادي الاهلي تحس انها الانا شوية الانا من التصويت بس انا بطمينكم هنا من قناة الاهلي النادي الاهلي موجود في الحافل في جلوب سوكر في دبي النادي الاهلي ان اسمه يتحط اصلا في التصويت يكون النادي الاهلي موجود ريال مدريد وبرشلونة وباير ميونيخ فده شيء يشرف الناد الأهلي وشرف لكرة المصرية وشرف لكرة الأفريقية إن في ممثل لكرة الأفريقية يكون الناد الأهلي موجود في هذا المحفل الكبير زي ما احنا شايفين قدامنا دلاتي ده الخطاب الرسمي من جلوب سكر اللي بيدعو فيه الناد الأهلي إنه هو هيكون موجود في هذا الحفل الحفل هيكون يوم 27 ودلوقتي أصدر الناد الأهلي بيان على موقعه الرسمي الناد الأهلي هيكون إن شاء الله موجود في هذا الحفل يوم 27 بمناسبة أن الناد الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط وأيضا نادي ريال مدريد هيكون موجود في هذا الحفل بلقب نادي القرن في أوروبا وفي العالم فالنهاردة بقتل من كل جمهور الناد الأهلي الناد الأهلي موجود في هذا الحفل في جلوب سكر في دبي وهيمثل النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وهيكون موجود هو لا يتسلم جائزة النادي الأهلي